كشفت دورية جلوبال سيكوريتي العالمية المتخصصة في شؤون الدفاع عن مساع متكررة من حكومة أفغانستان المطالبة بإغلاق المكتب السياسي لحركة طالبان الإرهابية الموجود في الدوحة ونقلت عن مسؤولين أفغان قولهم أنهم طلبوا مرارا من نظام الدوحة إغلاق المكتب ولكن دون جدوى كما طلبوا من الولايات المتحدة عونا في تحقيق هذا المطلب وأشرت الدورية إلى أن الرئيس الأفغاني أشرف غني بحث هذا الأمر مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بعدما تبين أن استضافة النظام القطري لمكتب طالبان الوحيد على مستوى العالم لم يسهم بالقدر الذي كان مأمولا في تحقيق السلام في أفغانستان من خلال الحوار وكان يروج له نظام الدوحة ونوهت مصادر أفغانية بأنه قد بدأ بوضوح تام استخدام النظام الدوحة مكتب طالبان كورقة ابتزاز وليس للإسهام في بناء السلام في أفغانستان كما يدعي النظام القطري